تفتكر مصر فيها كام نوع من الزئاب الزئاب من اكتر الكينات اللي اتحكي عنها خرافات واساطير في المجتمع المصري يعني فيه كينات زي السلعوة الناس ما صدقين ان هي موجودة وبرضو فيه خرافات كتير جدا واساطير عن الزئاب بالذات الفيديو ده انا عملته يعني اعتبر كفيديو تعليمي او توصيقي عن كل انواع الزئاب والسعالب اللي في مصر اول حاجة من الكلبيات احنا عارفين ان احنا عندنا زئاب وسعالب عندنا نوعين بس من الزئاب واربع انواع من السعالب لو جينا بقى نشوف ايه الشيء المشترك فيهم هتلاقي ان كلهم اكسام هزيلة لان اي كان في المنطقة كلها في الشرق الاوسط يعني سواء في مصر او اغيره هتلاقي ان هو جسم هزيل بسبب ان البيئة قاحلة ومفيهاش غزائة كتير فبالتالي ده بيقص على الحيوانات والازم تتكيف وتتأقلم مع البيئة القاحلة تي فاول نوع من الزئاب وهو اكسارة مشوعة ومنتشارة هو الزئب المصري ده حد فترة قريبة جماعة حد دواية الالفنات كانوا فاكرينه ابن اوة ولكن بعد الابحاث الجينية تضح ان هو زئب مش ابن اوة يعني هو هيكله مورفولوجي وجيناته اقرب للزئاب من ابن اوة اول حاجة هنشوفها الزئب المصري معروف طبعا ان احنا عندنا نوعين من الزئاب في مصر المصري اللي هو قدامنا ده وكمان العربي العربي نادر شوية اما المصري هو اللي هتلاقيه على طول في السعيد وفي المواطق الزراعية اكتر من مواطق الصحراوية طبعا ان قرد من الدلتا موجود في السحاري اكتر دلوقت وطبعا هو نوع فرعي من الزئب الزهب الافريكي اذا هذا يتمنتشر اكتر في شمال افريكي يعني من اول لبيا مثلا لحد المغرب ولكن اللي هو في مصر هو نوع فرعي منه ليست نوع مستقيل في ذاته بتلاقي كمان شبهه من الزئاب الزئب السنغالي الزئب السنغالي ده زئبه موجود في غرب افريكيا ولكن الزئب المصري اكبر منه في شكل عام هو نسخة منه ولكن على كبير بفروه اكثر سمكا ودماغ اعرض وبينيان اقوى بشكل عام حتى زيب المصري بيقدر يفترس كينات اكبر من الزيب السنغالي الزيب المصري عمتا يا جماعة بيتغزى على مجموعة عصحة جدا من الكينات يعني مثلا كارج صغيرة صديات صغيرة صغار الماعز وصغار الاغنام يقدر ان هو يفترسها طبعا وطبعا الطيور والحشرات ويأكل اي حاجة بتوع قصاده لو جنبا نشوف توزيه الزيب الجهورافي في مصر هتلاقيه فين هتلاقيه في الصحراء الغربية كلها يعني من اول سيوى الوحات الدخلة للخارجة لحد كان ودي النطرون وصحاري الفايوم حتى صحاري الكاهرة الزيب المصري موجود فيها وكمان على طول ودي النيل هتلاقيه على اطراف ودي النيل في المواطق الصحراوية برضو في الجبال وكده برضو هتلاقيه في شمال وجنوب سينة وكمان هتلاقيه في الصحراء الشرقية يعني هو منتشر في كل عرجاء مصر عشان كده اسم الزيب المصري هوا عمتا بيفضل اماكن اللي هي المفتوحة ولكن مش القاحلة قوي يعني يفضل يكون فيها اشجار او شجيرات متنسرة هتشوف اينو عملة ازاي اه اينو جميلة هوا الموضوع ورد شوية ولكن اه ده ديب بيأكل بتنجاء هوا عمتا زي زي الكلب يعني ممكن اكل اي حاجة عادي حلو الداس ده نعمل عندي اخرتان نسكه من دماغه نعمل عندي صعبة نحطها بالدس نحطي بالك كده هو عايز اتمسك الدماغه اه الزيب المصري يا جماعة هو زي ما قلت عندنا نوع تاني اسمه الزيب العربي وفي نظرية بتقول ان هو كل ما الكائن كان في بيئة قاحلة او قاحلة اكتر مفيش غذاء يعني فشكل مناسب هتلاقي دوت مؤصل على حجم الكائن يعني مثلا لو شفت زيب مصري او عربي مقارنة بالزيب اللي هو الروسي مثلا هتلاقي زيب الروسي عملاق لان هو بيتغز على غزلان وساديات كبيرة في شكل عام عشان كده ده حاجم صغير وبالمناسبة اللي معنا دوت جاره يعني ايه ما تقولش عليه صغير قوي بس هو جاره بس كبير سنة جاره كبير ومن الاماكن اللي زيب اللي موجود فيها بكسرة في مصر شبه الجزيرة السينة والفيوق والصحر الشرقية والغربية وكمان جبال علبة في البحر الأحمر اللي زيب المصري انا كنت امسكه في فيديو مشهول ليه يا جماعة هتلاقي حتى ان هو اصلا جسمه هزيل جدا اللي كان معي في الفيديو ده كان جاره وكان زي ما قلت لكم انا لازم امسكه بالطريقة دي انا عارف ان كلكم بتعلقوا على رطاية المسكة يا جماعة هو ملاحه ايه وتكون مش احسن حاجه ولكن انا لازم عشان نفسك اي كام مفترس عشان ما يعدنيش بكل بساطة لازم اشهله من رقبه لو ما عملتش كده زي ما قلت حيعدني ده السبب اما هو كان مش متأذي ولا اي حاجه التاني بقى ان هو عندنا من الزئاب هو عندنا شلل النعين دول اللي هو الزئب المصري والزئب العربي الزئب العربي يا جماعة هو اصغر انواع الزئاب الرمادية وهو هتلاقيه كمان في الهيكل والبنيان الاماكن القاحلة الزئب العربي ده موجود اكتر في الخليج يعني هو من اسمه زئب عربي وفي مصر هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في سينة فقط لغي وحتى بان انا قلت من شوية ان هو حيومت اقلم جدا مع الجفاف فحتلاقيه ان هو انتهازي بيأكل اي شيء يقعد دامه فاحنا كده جماعة ما عندناش غير النوعين دول بس من الزئاب نخش بعد التعالب وعندنا اول نوع واكبر نوع وهو النوع الوحيد الاماكن الزراعية وهو التعالب الاحمر المصري اللي عندنا نوع فرعي من التعالب الاحمر التعالب ده يا جماعة منتشر في كل دلتا وودي النيل في المناطق الزراعية وفي فيوم طبعا وكمان موجود في السحل الشمائي الغربي وموجود في اغلب ارجاء مصر وكل مكان زراعي يعني مثلا لو شفت خط قناة السويس اللي هو مدرن القناة يعني سويس سويسة والاسماعيلية وبرصيات برضه هتلاقي فيهم التعالب الاحمر طبعا يا جماعة التعالب الاحمر انا اصدقيته في فيديوهات كتير لليه قبل كده ده يا جماعة ها التعالب الاحمر وبالبناسبة يا جماعة المسكة دي صعبة جدا وده زي ما قلت هنحاول اشرح عنه انا مسكة كده احنا الاول قبل مشرح عنه هنحنسيبه في منطقة اللي احنا فيها التعالب الاحمر هذا التعالب الاحمر اصبت اكتر نوع شائع من الكلبيات في مصر كلها اصبت لك صراحه دلوقتي اتحطه يلا ماشي يلا نشكره له تماما يعني اكتر نوع تعالب اصطبت في فيديوهات لليه كان هو التعالب الاحمر طبعا هذا التعالب الاحمر الى جانب القط البري المصري او قط الادغال الى جانب النمس المصري التلس ديات دي موجودة في كل كاريا حرفيا في مصر وبعد كده بقى عندنا منحس الانتشار ثاني اكتر تعالب منتشر في مصر وهو تعالب روبيل اتكلمت عنهم في فيديوهات قبل كده لانا كنت قبل كده على المناطق الصحراوية لانه هو تعالب صحراويه منتشر اكتر في صحاريا مصر ومش في المناطق الزراعية المهم جماعة الناس كتير علاكت وقالت ان انت اسم تعالب روبيل على اسم الكارد الحربي لا ادوارد روبيل هذا كان عالم طبيعه ومستكشف ألماني هوا ده يا جماعة العرب كانوا صيدينه هنا ساعب الممر ده اول مرة امسك التعلب ده اول مرة امسكه صيد يعني وانتعارفين طبعا ان انا على طول بسطة التعالب والنموس والقطات البرية ولكن النوع ده مش موجود عندي ده اسمه تعالب روبل او تعالب الريمال ده اشهر نوع تعالب في الارض الصحروية في مصر هو تعالب الاحمر اشهر نوعين عمتا موجودين في مصر مفضلش كمان غير تعالب الفنك اللي هو برضو موجود في الموائل اللي هي زي دي يعني الضبع فيها تعالب الفنك وتعلب روبل وايضا وكمان التعلب الاحمر فيها ثلاث انواع من التعالي متخيعينون يا جماعة التعلبان الذى معنا دها انصة كبيرة و 대박 تعالب روبل صفسه فهو تعالب رملي فيما يفيش المناطق الصحراوية فهو متكايف تماما محتung مع المناطق الصحراوية حتى ستجدون من اللون فروه Hardy فعلように итضا Software بقى بين تعلب الفنك والتعلب الأحمر يعني هو مش كبير زي تعلب الأحمر ولا صغير زي تعلب الفنك هو ميكسى بين الاثنين وأجل معرفه فروا و حيث قمام بخير و حيث رجله حتلاقه فيها فرغ كطير كده عشان يعرف أنه يمشي على الرمر السخنة المولعة اللي احنا فيها دي هتلاقي ان التعلب عمثان متكيف تماما عن المناطق الصحرائية يعني بداياتاً من فرغ الفاتح اللي هو بيعكس أشعة الشمس لودانه الكبيرة نسبيا يعني زي تعلب الفنك اللي احنا لسا نتكلم عنه وكمان هتلاقي عنده برضو ديل كسيف وهتلاقي على رجليه زي ما كنت موضح في الفيديو قبل كده هتلاقي فيه فرو ووسائد كده ده عشان تحمي من اشاية الحرارة العالية جدا تعلب ده زي ما قلت منتشر في صحاري مصر هتلاقيه في الصحراء غربية والشرقية وكمان شمال وجنوب سيناء وكمان في الفيوم ووادي النطروق في المناطق الصحراوية على اطراف وادي النيج بعد كده عندنا نوع تعلب نادر جدا في مصر هو يعتبر انظارهم في مصر وهو تعلب بلانفورد على اسم عالم الطبيعة الانجليزي بلانفورد او برضو يسمى اسماء تانية كتير زي السعلب الافغاني لان هو برضو بيقش في افغانستان او سعلب بولوشستان لان هو برضو بيقش في كليم بولوشستان او السعلب الملكي او السعلب الاسود او السعلب الرمادي او سعلب السهوك السعلب ده يا جماعة هتلاقي ديله بحجم جسمه تقريبا ولكن على هكس تعلاب روبئ اللي هو متكيف مع المناطق الصحراوية وعلى عكس تعلاب الاحمر اللي هو توصل اكبر واحد في الحجم الاحمر اللي هتلاقي امان هو متكيف مع المناطق الجبلية يعني انت تعلاب الاول ما طاردش بغير يعني انه تلقف لموقعiertoه خلاة عنIl غير السيناء وهو ثم تعلاب بي Stevenonn and perlain وهو الاحمر اللي هو في منطق الجبلية و座لاب دو عميد الأسترففل فحتلاقي ان هو متكيف زي ما قالت مع المناطق الجبلية عن طريق كذا يعني اول حاجة هتلاقي ان ديله بطول جسمه تقريبا ديله سميك جدا ده عشان يظبط درجة توازن جسمه وهو بيتصلك عالجباء وحتلاقي برضو عنده مخالب حدة ومنحنية وسايد عند رجليه عشان تحميه برضو من السخور عشان يعرف يتسلك ويتشبس بالسخور وطلع عالجباء وبالمناسبة التعلب ده هو الوحيد اللي انا لمسكتهش في مصر ولا شفته قبل كده يعني ولا شفته اسر ولا في الطبيعة ولا اي حاجة بعد كده عندنا تعالب الفنك وهو اصغر نوع تعالب في العالم كله هنا بقى تعالب الفنك المناسبة يا جماعة تعالب الفنك هي اجمل انواع التعالي في مصر وكمان اصغرهم هم بيشوف الاماكن الصحراوية عامتا اغلب مصر صحرا فهم انتشرين في كذا موقع في مصر ستجدونه كبيرة جدا اكبر من تعالب روبل ولكن هم الاثنين ستجدونه كبيرة في شكل عالي عشان كذا سابقا عشان ترصد الفرائز طبعا وتسمع اي فريس او مفترس وعشان تلطف درجة حرارة الجو برضو ستجدونه برضو ان هو زي تعالب روبل لونه فاتح افتح كمان عشان يعكس اشعة الشمس طبيعي لما تجد تعالب صغير في الحجم عشان هو بيعيش منطقة صحراوية تعالب الفنك في منطقة الصحي الافريقية عمتا فيه انواع عاليبية متشبهه في الشكل منهم انواع بيشه مصر زي تعالب روبل ومنهم انواع تانية نادرة التسجيل زي تعالب الصحوب اللي هو يعني يعتبر حجمه قريب نسبيا لتعلب الفنك انت لو شفتم قريب من عندها هتلاقي ان هم شبه بعض ولكن من بعيد طبعا مستحيل تشوفوه هم اصلا اجسامهم الشايحيبة تعالب روبل او تعالب الصحوب اللي هم شموجود في مصر او تعالب الفنك هتلاقي اجسامهم كلها فتحة عشان تعكس اشعة الشمس وعشان تتماههم ببراعة وسط الصحاري وكده يا جماعكم خلصنا كل انواع الزئاب والسعالب اللي في مصر كلها هو زي ما قلت احنا عندناش تنوع في الكلبيات احنا عندنا بس نايم من الزئاب واربع نوع من السعالب بالمناسبة الاله المصري القديم انيوبس ده يعتقد بنسبة كبيرة انه كان مقصود بالزئب المصري اللي هو في اول الفيديو طبعا كل الكلبيات دي سواء الزئب المصري او الزئب العربي او تعالب الاحمر او تعالب الفنك او تعالب روبل كلهم قدرت ان انا اصورهم قبل كده او اشوفهم او اتعامل معهم قبل كده الكائن الوحيد من الكلبيات في مصر اللي انا مشوفتوش ابدا هو تعالب بلانفورد واتمنى ان انا شوف يوم الاياء اشتركوا في القناة